السلام عليكم شرح اليوم رح يكون عن برنامج جتر وطبعا أغلبكم يدري أن ترامب بعد ما خسر انتخابات الرئاسة الأمريكية تم حضرة من استخدام فيسبوك وتويتر والإنسي جرام فالحبيب بابو إيفانك شنو سوى سوى برنامج جتر عشان ينافسهم يعني الوقت بعد ما تحمل برنامج وتدخل عليه رح يكون عندك هالصفحة وعشان تسوي حساب تضغط العلامة اللي تحت علمين بعدين تضغط على كلمة create new account وتحط اليوزر نيم وتكمل باقي الخطوات بعدين رح يكون عندك بروفايلك رح يكون عندك وهالشكل رح يكون عندك أربع أقسام المنشرات والردود والميديا اللي رح يكون فيها الصور والفيديوهات واللايكات وذا تبي تنشر أي شيء تضغط تحت علمين علامة القلم ورح يقدر تنشر صور وفيديوهات أو حتى كلام ولما تنشر أي شيء رح يكون عند المستخدمين ثلاث خيارات خيار اللايك والكومنت وعلامة رتويت بنفس طريقة تويتر بالضبط ورح يكون عندك تحت بالبرنامج علامة البحث وصفحة الهوم والحسابات الموثقة بالبرنامج رح يكون عند اسم الحساب دائرة حمرة وداخلها حرف الفي شمعنا حرف الفي؟ عشان كلمة توثيق باللغة الإنجليزية يعني verify فأخضأوا الحرف اللي هو حرف الفي وحطوه شغل مخك وش رأيكم بالبرنامج هل تتوقعون أن يقدر ينافس الانستجرام وتويتر واللي يسوي حساب بالبرنامج يتابعني هذا يوزرنيم حسابي وبس والله فأمان الله